النهاردة ايوه لفلي بقى هات بقى الكران محلية هات بقى الكران محلية نهاردة الزمالكو بروكسي فيه دور الـ 32 من بطولة كأس مصر هدى حدث اولا عن بروكسي فريق بيلعب دوري الدرجة الثانية في المركز السابع في مجموعة بحري مش في احسن احواله حتى تحت بس فريق عنده بعض العناصر الخبرة زي احمد جمعة مثلا و احمد شوكري اللي ما كانش موجود في المباراة اليوم منقطع عن التدريبات احمد شوكري لعب الاهلي الاصبك و احمد جمعة لعب و مهاجم المصري الاصبك عنده جاهز فني مثلا فيه كابتن احمد سمير عنده مدير فني موقوف 8 شهور وكان واقف او كان موجود في المدرجات مدربه بالمناسبة موقوف 8 شهور بسبب الاعتداء على حكم في مباراة في الدرجة التانية قدام ابو ييل الاسمدة عمله مباراة محترمة جدا مباراة عظيمة و كبيرة جدا ازاي النهاردة بروكسي تقدم على الزمالك فاجأ نادي الزمالك الكبيرة العريق وسجل هدف اول مبكر بخطأ مشترك من حاتم سكر و محمد عواد اللي تردد وخلى سكر يتردد عشان الناس نسيد محمد عواد في اللقطة دي بصراحة بس هو اللي عمل اللابخة دي لللاعب خاصة لو ما عندوش خبرة بقى كده الزمالك تعادل بقى كده الزمالك تعادل عن طريق نفس اللاعب حاتم سكر اللي غلط فيه الهدف الاول ثم اضاف اللاعب الخبرة زي ما تقولكم مواجم المصري الاصبك احمد جمعة الهدف الثاني لبروكسي عشان يتقدم نادي بروكسي مرة اخرى على الزمالك وابلاع الفاكرة فيه كرة في العرضة بعد كده حمزة المسلوسي وابتكلم عن حمزة المسلوس ده في قصة وشغله في الملعب النهاردة سجل هدف التعادل في الضيئة 78 لعبور فرقتين وقت اضافي وسجل سيب الدين الجزيري هدف الفوز في الضيئة 99 حرفيا بروكسي احرج الزمالك حرفيا الزمالك اليوم نجا من هزيمة مفاجأة كبيرة جدا في كأس مصر حرفيا النهاردة شرفة شرفة بروكسي فرق الدرجة التانية قدام نادي الزمالك بس النحة التانية الزمالك لا يزال يعاني لا يزال يعاني كاد أن يخسر أمله الأخير هذا الموسم بطولة كأس مصر وسوريو هاف عنده شوية سوريو النهاردة بعد المباراة عنف لعيبته وقال لهم أنتوا مقدتوش بشكل كويس وكان فيه طراخي في تنفيذ بعض المهام المطلوبة وأخص سوريو في الانتقادات يعني حاتم سكر وحسام عبد المجيد بسبب الأخطاء الدفاعية اللي كانوا أو كانت فيه هذه المباراة عادة لا أشيد ولا أنتقد مدرب في بداياته ترجمة نانسي قنقر